وهو ما أكده القرار الوزاري العربي الأخير الصادر عن جامعة الدول العربية في هذا الصدق إن الخطوة الأولى أمامنا جميعاً الآن هي الوقف الفوري للأعمال العسكرية الحالية والحلولة دون أي استفزازات في القدس مع احترام الوضع التاريخي والقانوني في زل الرعاية الأردنية الهاشمية للأماكد المقدسة بحيث يتعين القيام في أعقاب وقف إطلاق النار باتخاذ عدد من الإجراءات السريعة الملموسة على الأرض التي يمكن أن تسهم في استعادة الهدوء مرة أخرى وإعادة الإعمار في قطاع غزة وبما يتيح لمختلف الأطراف النظر في كيفية إحياء والشروع في مفاوضات السلام للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية سيد الرئيس يتطلب ذلك التفعيل العاجل لدور الرباعية الدولية وبما يؤدي إلى التجاوب مع مبادرة الرئيس عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل استئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على قطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للمرجعيات المتفق عليها ووفقاً لقارات الأمم المتحدة غصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية لقد قامت مصر بجهود مكثفة وقدمت تضحيات كثيرة على مدى عمر هذه القضية وتعتزم مصر مواصلة جهودها مع كافة الشركاء الدوليين سواء في إطار سيغة بيونيخ أو كافة السيغ والمبادرات الرامية لذات الهدف وبالتعاون مع الإدارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة وفي هذا الصدد قد أعلنت مصر عن تخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع مع قيام الشركات المصرية المتقصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار السيد الرئيس ختاماً إن مصر تؤكد من واقع مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية أنها ستواصل بذل كل الجهد وتقديم الغالي والنفيس من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وينعم بالأمن والسلام والاستقرار في زل الدولة الفلسطينية المنشودة على قطوة الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وشكراً جزيلاً شكراً جزيلاً جزيلاً شكراً جزيلاً شكرا